موسيقى تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس ميزاري خاص الأسبوع المقبل بيان سياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين موسيقى وأوبيك بلاس تتجه لخفض الانتاج بمليون برميل يوميا موسيقى وتسقف أسعار خدمات الفنادق المصالح التجارية في مواجهة ترقية السياحة الداخلية النشرة الرئيسة تأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية قرر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص الأسبوع المقبل أما بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فقد أمر رئيس الجمهورية بمراجعته وفق التوجهات التالية أولا ضرورة الصهر بكل الوسائل للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من أشكال الفساد كما شدد الرئيس في ذات الشأن على أن المساس بالاقتصاد الوطني يعد جريمة لا تسامح فيها وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال تقتضي تسليط أقصى العقوبات أما في شأن الفلاحي فقد تقرر سماح باستراد المعدات الفلاحية سواء للأفراد أو الشركات مع سماح باستراد الجرارات الفلاحية الأقل من خمس سنوات يعرض والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن غدال 2 بيان السياسة العامة للحكومة مما نواب المجلس الشعبي الوطني وقال المجلس في بيان له أنه سيستأنف واشغاله في جلسة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل النواب بعض العرض أكثر من 300 طلب مداخل من مختلف الكتل البرلمانية أو دعها نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن غدال 2 خمس فصول كوبرة تناولها هذا البيان تمثلت في تعزيز دولة القانون إنعاش الاقتصاد الوطني وتجديده من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة وكذا خلق سياسة خارجية نشطة واستباقية إلى جانب تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين جلسة ستكون فرصة لنواب المجلس لممارسة دورهم الرقابي وكذا التعليق على حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف قطاعات الحكومة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022 فهل سينجح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وحكومته في إقناع نواب الشعب بعملهم طيلة السنة الماضية ويسادقون بالإجماع أم ستفرز مفاجأة لم تكن في حسبان المسؤول الأول عن الحكومة اختتمت اليوم الطبعة الواحدة والعشرون لصالون الدولي للسياحة والأصفار الذي منح الفرصة لمتعامل القطاع لمشاركة وجهة نظرهم حول مشروع قانون تسقف أسعار الخدمات الفندقية في الجزائر تفاصيل أكثر في تقريرهن شرماطي أكثر من 200 عارض احتضنهم الصالون الدولي للسياحة والأصفار الصالون الذي كان فرصة لأصحاب المؤسسات الفندقية لعرض أسعار خدماتهم والترويج لها تسعة ألاف وخمسمائة دينار جزائري سعر المبيت في غرفة فندق بتاغيت أسعار أعتبرها أصحاب الفنادق تحت متناول الجميع نحن ن مشروع تسقف أسعار خدمات الفنادق سبتمبر الفارط على طاولة مجلس الوزراء وإن كان مجرد مشروع إلا أنه يبقى الأمل الوحيد لتحويل السائح الجزائري من السياحة الخارجية إلى السياحة المحلية يعد قطاع وسياحة في الجزائر واحدا من بين أهم القطاعات التي تعاول عليها الجزائر لتنوع مدخيل اقتصادها غير أن صعوبة حصول الأجانب على تأشيرة الدخول إليها تظل واحدة من بين العرقيل التي تحول دون ترقية هذا القطاع المهم تفاصيل أكثر في تقرير سارة علالي تعتبر الجزائر من أكثر دول العالم تشددا في إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها إذ أن هذا الأخير إذا أراد أن يزور الجزائر في إطار عمل ثقافي مثلا فإن الجهة التي قامت بدعوته هي التي تتكفل بإجراءات التأشيرة أما إذا كان قادما للسياحة فإن الوكالة التي يتعاقد معها هي التي تتكفل بإجراءات التأشيرة هناك أسباب عديدة بالرغم من التوجه الواضح للسلطات والدولة لجلب السياحة الأجانب يبقى الميدان فيه مشاكل كثيرة مثلا نبدوها أول حاجة من الفيزا الفيزا صعبة جدا التحصل عليها وعندنا وعود يقولوا بالفيزا إن شاء الله سيروحوا للفيزا السياحية يعني فيزا دي جروب ولكن يبقى مثلنا في التجديد الإجراءات الحكومية الجديدة تهدف إلى تحسين الإجراءات المحتمدة لجلب السياح إلى الجزائر البلاد التي يرغب الكثير في زيارتها صعبات تأشير الجزائرية كثير صعبة مش بسهولة منقدر ناخدها أنا لو لما جايت ندعوة لحضور المؤتمر ما كنت حقدة رحصل عليها وكنت أسمع من الناس كثير عم بيحاولوا أدمع تأشيرات ما كانوا بيحصلوا عليها دخلت على اللينك تاعكم طلباتكم كثير للتأشيرة نحن في الأوين الأخيرة بعد مصدر القرار لباش يسهلوا تأشيرا للدول باش يقدروا يجيونا لبلدنا وهذا نحن عانينا منه في الواضي يعني كانت معانتنا هدهية ونحن ربما كان قوانين الجمهورية التي لازمنا نحترمهم وربما كان بعض الحيات اللي احنا ما ندريوش بها احنا بعض ما اللحينا يعني كثير ومام الدول اللي كانوا يحبوا يجيو عندنا وحنا الحمد لله يعني يقطع السياحة يعني نفتح السياحة واحد من البدائل التي تعمل الحكومة على تنميتها بهدف خلقي بدائل عن المحروقات التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد بنسبة كبيرة في موضوع اخر دعت وزارة صناعة المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية الناشطة في النسيج والجلود للمشاركة في اشغال اللجنة الوطنية الاستراتيجية وطالبت الوزارة حسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك المعنيين بارسال البيانات الخاصة بهم عبر البريد الالكتروني في اجل اقصاها الواحد وثلاثون من اكتوبر الجاري وتهدف هذه اللجنة الوطنية الى دراسة وضعية صناعة النسيج والجلود وتشخيصها مع اقتراح الحلول الحقيقية والعمليتية لمختلف المشكل في سبيل اعادة بعثها كما تضم هذه اللجنة جميع الاطراف الفاعلة المعنية من القطعين العمومي وكذا الخاص عرفت تسعار النفط في الايام الاخيرة تراجعا محسوسا في حدود ثمانين دولارا للبرميل الامر الذي دفع مجموعة اوبيك بلاس للتفكير في خفض الانتاج للحفاظ على توازن بين العرض والطلب في الاسواق العالمية المزيد في تقرير تفق زعروري بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها اسعار النفط على مدار الاشهر الثلاثة الماضية والتي اقتربت من 25% مجموعة اوبيك بلاس تتجه نحو زيادة محتملة لتخفضات الانتاج من 500 الف برميل الى مليون برميل يوميا لدعم السوق ونقلت وكالة بلومبورغ عن مصادر في تحالف اوبيك بلاس ان الدول الاعضاء بدأت مناقشة خفض انتاج النفط باكثر من مليون برميل يوميا عند اجتماعهم الاربعاء المقبل في فيينا وتوقع جميع المتداولون والمحللون الستة عشر في استطلاع اجرته ذات الوكالة باستثناء واحد منهم ان التحالف سيقر خفض الامدادات وارتفع انتاج اوبيك من النفط في الشهر الجاري الى اعلى مستوياته منذ عام 2020 وذلك بمقدار 210 الاف برميل على اساس شهري ليبلغ 29.81 مليون برميل نفط يوميا وقف زخام برينت فوق 125 دولار للبرميل عقب اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية شهر فيفريا الماضي لكنه انخفض مؤخرا الى حدود 85 دولار ومن المتوقع ان تعاود المكاسب السعرية للارتفاع بسبب الخفض المحتمل للانتاج من جانب مجموعة اوبيك بلاس الذي يستعد لعقد الاجتماع الشهري لوزراء الطاقة في الخامس اكتوبر الداخل لتحديد مستوى الامدادات النفطية خلال نوفمبر المقبل اشارت بيانات مشغلي البنية التحتية للغاز في الاتحاد الاوروبي على ان سحب الغاز من مرافق التخزين بالاتحاد الاوروبي تجاوز ولأول مرة منذ نهاية موسم التدفئة الماضي تجاوز ضخه اليها هذا وتبلغ الطاقة الاجمالية لمنشآت تخزين الغاز في الاتحاد الاوروبي حوالي 110 مليار متر مكعب كما يوجد فيها الان نحو 95.3 مليار متر مكعب من الغاز وفي الرياضة اصفرت قرعة كرة امم افريقيا للعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر مطلع السنة الجديدة عن وقوع المنتخب الجزائري بالمجموعة الاولى رفقة منتخبات ليبيا اثيوبيا والموزنبيق قرعة شهدت اعلان الجزائر ترشحها الرسمي لاحتضان بطولة امم افريقيا 2025 بعد قرار الكاف بسحب التنظيم من غينيا عبد السلام سعد الله على بساط احمر زين بابا مدخلها استقبلت دار اوبرا الجزائر نجوم المستديرة الافريقية عين الكاميرات التي ترصدت تحركات من صنع يوما مجد منتخباتهم اجتمعت في مكان واحد للوقوف على فعالية حفل قرعة كأس امم افريقيا لللاعبين المحليين حفل اغتنمت خلاله الجزائر الفرصة التي تعلن امام الملأ ترشحها الرسمية لاستضافة النسخة الخميسة والثلاثين من البطولة القرية عشرين خمسة وعشرين وثقة منا بامكانياتنا وقدراتنا على التنظيم والانجاز وحرصنا على تطوير كورت القدم في القارة افريقية لعنة رسميا من هذا المنبر ترشحنا لاحتضان النسخة الخمسة وثلاثين لكأس افريقيا للأمم فورنتياء الإعلان حنى الأون لتعرف منتخبة افريقيا الثمانية عشر منافسها بالمجموعة الخمس مجموعة متوازنة حل فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب مجد بوغرة إلى جانب بطل نسخة العام الفين واربعة عشر منتخب ليبيا بالإضافة لمنتخبي اثيوبيا والموزنبيق صعري أعلى التعافي ويجعلنا نتحقي نحنرفون بقية فيما يمكننا جعلنا وكتب نحن الناسيط على مجموعة وكتب أعرف بطلنا كثبت بها تحقيق الإعلان للنسخة ونحن نحن نحن منتخبط بناها كما كانت من المناسبة لتحقيق لأنه كبير سارتا يحدث بطلنا من المشاكل بعيداً عما حملته القرعة في طياتها بباقي المجموعات دعوة رئيس الكاف لمسؤولية الكرة بالجزائر لدخول سباق الترشح لتنظيم كان العام 2025 ردت بالقبول الرجل الأول بهارم الرياضة بالبلد أعلنها بصريح العبارة والجزائر بمنشآتها الضخماً تدعى الفرصة تمر جانباً وهي الساعية لتكون مستقبلاً قبلة لأكبر المنافسات القرية والدولية والجزائر ستشارك مع الدول الأخرى كل الحظوظ أنها تكون أوفر حظاً بالنسبة للدول الأفريقية من داخل دار الأوبرا بوعلام بالسايح تعرفت ذان المنتخبات الثمانية عشر على منافسها في النسخة السابعة من كاس أمم إفريقيا للعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر مطلع العام الجري نسخة تأمل معها الجزائر بلداً وشعباً في إبراز قدرات البلد في احتضان النسخة المقبلة من كاس أمم إفريقيا وعلى همش حفل قرعة كاس أمم إفريقيا للعبين المحليين أعرب عديد دول حاضرون تأييدهم لقرار الجزائر بالترشح لتنظيم النسخة الخامسة وثلاثين من الكاس القرية سنة الفين وخمسة وعشرين مؤكدين في الوقت ذاته بأن الجزائر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتنظيم أكبر حدث كروي بالقرى إذا نالت الجزائر شرف هذا التنظيم فسيكون هذا الأمر جيد جداً بالنسبة للجزائر بسم المنشآت بالنسبة للرياضة بالنسبة للكورة القدم هذا ما نتمنى الجزائر ستكون أنا بالتأكيد إذا كان يوط على شرف التنظيم ستكون بالتأكيد جاهزة وهذا ما نريده لبلدنا وأنا نتمنىه لشعبنا ولكورة القدم في الجزائر شاء الله هذه ستكون بول أمورتونيتي لبلدنا هنا إحنا لماذا لنحضروا الكاس الإفريقي عالفين وخمسة وعشرين لأن كل شيء رمو فرح حالياً الملاعب الحمد لله يعني ما شاء الله يعني ملاح وعدنا كل الإمكانيات لكي ننقدوا يعني تنظيم كاس إفريقيا كما دعملناها في سنة تسعين إن شاء الله بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة اليوم شكراً لكم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمانيلا اشتركوا في القناة